بخصوص الصين دولة الإمارات العربية المتحدة جهزت مدينة كاملة خلال أقل من 48 ساعة علشان تستقبل العالقين من رعاية دول عربية وأجنبية كانوا في مقاطعة خبي اللي هي البؤرة اللي انتشر منها فيروس كورونا تم إجلاءهم من هذه المقاطعة وزي ما حضرتكم شايفين في هذه الصور ديان المدينة اللي تم تجهزها خلال 48 ساعة لكي تستقبل حوالي ألف فيها ألف سرير مجهزة بكامل التجهزات اللازمة لاستقبال العالقين مواطنين عرب وغير عرب في مقاطعة خبي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد كتب على حسابه في تويتر زي ما حضرتكم شايفين تبعت باهتمام إجلاء العالقين من رعاية دول الشقيقة والصديقة من مقاطعة خبي الصينية إلى الإمارات سأحزون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة إيماننا راسق بوحدة المصير الإنساني ألف غرفة مجهزة بشكل كامل في هذه المدينة التي تم تجهزها زي ما قلنا في أبوظبي في خلال أقل من 48 ساعة فيها كل تجهزات والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوص الطبية التي تلزم لكل العائدين والذين تم إجلاؤهم من الصين وسيظلوا في هذه المدينة لمدة 14 يوم فترة الحجر الصحي